موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الأكارم هذه حلقة جديدة من برنامجكم حديث صحفة نبدأها من صحيفة والستريت جورنل الأميركية التي عنونت في افتتاحيتها محادثات النووي الإيراني قد تمضي إلى نهايتها جاء فيها إن قائمة المشككين بالتزام إيران بأي اتفاق آخذ في التزايد وخاصة أن طهران حجبت منذ فترة طويلة معلومات هامة بشأن منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية الإيرانية ورفضت السماحة لمفتشي الوكالة بإجراء مقابلة مع الخبير النووي الإيراني محسن فخر زادة وأضافت الصحيفة أنه ما لم تكشف إيران عن الأنشطة غير المشروع الماضية بما في ذلك تخصيب اليورانيوم وبحوث التسليح فأنه يصعب عليها الالتزام بأي اتفاق يحد من طموحها لصنع قنبلة نووية وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة أوباما تسعى للوصول إلى اتفاق مع إيران ودعت إلى وجوب أن يشمل الاتفاق بندا يخول مفتشي الوكالة الدولية الوصول لأي مكان يريدونه في إيران دون قيود وبشكل فوري واختتمت بالقول أن خطوط الإدارة الأميركية الحمر أمام نووي إيران قابلة للمسحة شأنها شأن الخطوط الحمر أمام استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا نشرت صحيفة الإيكونوميست البريطانية تقريرا بعنوان تصعيد الشيعة وفيه يتابع التقرير الانتشار الملحوظ لميليشيات الشيعية المدعومة من إيران في المنطقة معتبرة الفترة الحالية هي الذروة للتوسع الإيراني ونفوذه في الشرق الأوسط نتيجة للطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة وأشار التقرير إلى التعاون بين الميليشيات الشيعية وتصدرها المشهد في العديد من المناطق فهي تخوض الصراع ضد ميليشيات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا وتحرص إيران على دعم نظام بشار أسد عن طريقها وهناك أيضا حزب الله الذي اكتسب خلال السنوات الأخيرة سمع كأقوى منافس لإسرائيل ليتسيد المسرح السياسية في لبنان ويدعم نظام بشار أسد ويمد أيضا الحكومة العراقية بخبراء في المتفجرات للتدريب والاستشارة وتطرق التقرير إلى النفوذ الإيراني في المنطقة الذي يتمثل في إدارة قائد فيلق القدس في الحارس الثوري الإيراني قاسم سوريماني المعارك في العراق ومهام التنسيق بين الميليشيات الشيعية في كل من سوريا والعراق ومؤخرا تسليح الحوطيين في اليمن واستخدامهم كورقة ضغط على دول الخليج ويقول التقرير إن الميليشيات الشيعية لا تسبب قلقا كبيرا لدول الغربية مثل نظيرتها المتطرفة وذلك لأنها لا تستهدف الغرب رغم أنها ليست أقل وحشية عن الميليشيات المتطرفة مثل الأخرى في تنظيم الدولة الإسلامية ويرى التقرير أن انتشار النفوذ الإيراني في المنطقة يقرط أمريكا في مواقف متناقضة مثل دعمها لتحركات الميليشيات الشيعية في العراق لاسترداد مدينة تكريت من سيطرة الدولة الإسلامية ودعمها للعملية العسكرية عصفة الحزم ضد الحوطيين الممولين من إيران في اليمن صحيفة ينشفق التركية نشرت مقالا للصحفي إبراهيم كاراكول بعنوان خريطة توسع الإيراني تسببت ببدء حرب إقليمية يقول فيه الكاتب بأنه منذ أسابيع ونحن نحاول التنبيه لسياسة التوسع في الخريطة الإيرانية والانقسام العالم إلى جبهتين عبر المذاهب وإلى سير الحرب الإيرانية العربية التي لزالت مستمرة منذ ثلاثين سنة وإلى أن ما حدث في سوريا والعراق سيحدث في اليمن أيضا وإلى أن هناك من يسعى لنشر أراضيه في المناطق التي كانت تابعة للدولة العثمانية وإلى الفوضى التي ستعصف بالمنطقة بأكملها وإلى أن تركيا هي آخر جبهة في السيناريو ويفيد الصحفي بأن هناك حسابات أكثر خطورة وأن إيران لا تراعي الأخلاقيات ويهمها التوسع فقط وتهدد جيرانها وعينها فارغة وعدوانية وعليها أن تتخلى عن صفاتها هذه مشيرا إلى أن جميع الدول الآن تعيشوا تحت خوف الاحتلال الإيراني فإيران التي كانت الشعوب من قبل تحترمها لحملها اسم الإسلام بدأت باستثمار هذا الاسم فجعلت من المنطقة بأكملها عدو لها وهي في الفترة الأخيرة تهدد العالم العربي بأسلحتها المتطورة بل وتحاول قلب جنوب تركيا وتسعى لبناء هلال بينها وبين العالم العربي الإسلامي وخلص الكاتب في مقاله قائلا إن المشروع المذهبي الذي يسعى لتقسيم العالم إلى قسمين هو مشروع إيراني والخطوة التالية أخطر بكثير حيث ستشب حرب إقليمية وستكون تركيا داخل هذه الحرب في صحيفة الحياة اللندنية نقرأ مقالا ليعقوب الحلو تحت عنوان تفاديا لكارثة أكبر في سوريا أشار فيه الكاتب لأنه بينما تدخل الأزمة السورية عامها الخامس ومع الاستمرار بالمطالبة بحل سياسي لهذا النزاع نحن في حاجة إلى أن نعيد الانتباه إلى محنة الضحايا وأن نضمن وصولا أكبر للمحتاجين وأن نستكشف طرقا مبتكرة لتقوية آليات التأقلم لدى الشعب السوري للحيلولة دون حدوث المزيد من التهجير والمعاناة وأكد كاتب المقال أنه من غير المقبول أن يعاني أربعمائة وأربعين ألف شخص من مأساة يومية بالعاش تحت الحصار داعيا أطرف النزاع أن يفعل المزيد وبشكل عاجل لتسهيل الوصول إلى المدنيين وفقا للالتزامات المنوطة بهم بموجب القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ألفين ومئة وتسعة وثلاثين وألفين ومئة وخمسة وستين وألفين ومئة وواحد وتسعين وشدد الكاتب على أنه طالما استمر القتال يتوجب أن يبقى تركيزنا منصبا على ضمان وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح إلى كل سوريين المحتاجين وخاصة أولئك المحاصرين حيث الحاجة هناك على أشد درجاتها وفي الوقت نفسه يشير الكاتب إلى أنه يجب علينا أن نعزز قدرة الشعب السوري على الصمود وعدم الاكتفاء بتقديم المساعدات الإنسانية لكي نعطي للسوريين فرصة للبقاء في بلدهم منوها إلى أننا بحاجة ماسة لإيجاد الطرق لدعم سبل الحياة ومقوماتها والخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والماء أينما كان ذلك متاحا من خلال تدخلات طويلة الأمد وفي نهاية مقالة شدد الكاتب على أن المجتمع الإنساني ملتزم الاستمرار بالعمل على دعم السوريين المحتاجين والذين يعيشون أعباء هذا النزاع مؤكدا أن العمل الإنساني مستمر في إنقاذ الأرواح وإعانة المجتمعات ولكنه لن يحل السبب الحقيقي وراء هذا النزاع فالحل يجب أن يكون سياسيا ويجب أن يأتي سريعا نطالع في صحيفة العرب القطرية مقالا لإسماعيل ياشا بعنوان عاصفة الحزم هل يمكن تكرارها في سوريا؟ اعتبر فيه أن الظروف في اليمن وسوريا إن لم تتطابق مئة بالمئة فإنها متشابهة إلى حد كبير ولذلك أعلنت حركة أحرار الشام وجيش الإسلام وفيلق الشام من فصائل الثورة السورية بالإضافة إلى إخوان سوريا والاتلاف السوري لقوى المعارضة تأييدها لعملية عاصفة الحزم ودعت إلى تشكيل تحالف مشابه للتدخل في سوريا ليضرب قوات الاحتلال الإيراني وحلفائه من الميليشيات الدخيلة على الشام وبعد أن لفت إلى أن دول الخليج بقيادة السعودية قررت التدخل في اليمن دون قرار أممي وغطاء أمريكي حين شعرت بالمخاطر التي تهدد أمنها القومية ولم تلتفت إلى حملات التخويف من الغرق في المستنقع اليمني وحرب الاستنزاف والمواجهة مع إيران وتحريك طهران خلاياها في الخليج أشار الكاتب إلى أن هناك مخاطر كبيرة تحيط تركيا من جنوبها وتهدد أمنها القومي إلا أن أنقر بحاجة إلى الحزم وضع التردد جنبا لأخذ زمام المبادرة من أجل إزالة تلك المخاطر وإنقاذ الشعب السوري من براثن النظام الدموي وأعوانه وشدد الكاتب على أنه يمكن تكرار عملية عاصفة الحزم في سوريا لإسقاط النظام وإنهاء المجازر دون انتظار غيطاء أممي اتضح جليا أنه لن يأتي مهما طال الزمن ومهما ارتكب النظام السوري والميليشيات الطائفية من مجازر مروعة مضيحا أن مثل هذا القرار يحتاج إلى الإرادة ومزيد من الجرأة والحزم لتشكيل تحالف تشارك فيه دول عربية وإسلامية لضرب قواعد النظام السوري وفرض الحظر الجوي لحماية أطفال السورية من البراميل المتفجرة والأسلحة الكيموية دون الحاجة إلى عملية برية وإرسال جنود إلى الأراضي السورية لتستكمل فصائل الثورة بقية المهمة مع الدعم المالي وتسليح صحيفة العرب اللندنية نشرت مقالا لخير الله خير الله تحت عنوان في ظل الثورة السورية والمحكمة الدولية اعتبر فيه الكاتب أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لم تعود مجرد محكمة تستهدف كشف الحقيقة تمهيدا للاقتصاص من القتلة موضحا أنه من خلال شهادات الشهود بدأت ترتسم صورة كاملة للنظام عامل منذ ما يزيد على خمسة وأربعين عاما على تخريب لبنان ونشر البؤس فيه وإرهاب سوريين ولفت الكاتب إلى أنه نظام لم يؤمن يوما سوى بمقولة واحدة هي أن الانتصار على لبنان بديل من الانتصار على إسرائيل مبينا أنه منذ كان حافظ الأسد وزيرا للدفاع بين عام 1966 و1970 لم يكن لديه من هم سوى إغراق لبنان بسلح وأراد دائما الانتقام لبنان كي لا تنتقل عدوى قصة النجاح اللبناني إلى سوريا وسوريين وأكد الكاتب أن هذا النظام يخشى من أي نجاح لبناني كما يخشى من أي نجاح سوري منوها إلى أن النظام السوري لم يدرك أن جريمة اغتيال رفيق الحريري سترتد عليه ولم يدرك يوما بشار الأسد أن ثمن دم رفيق الحريري سيكون أولا أنه سيخرج من لبنان وأنه سيتحول شيئا فشيئا إلى تابعا لإيران في لبنان أولا وفي سوريا لاحقا ومثلما خرج النظام من لبنان سيخرج من سوريا وختم الكاتب مقاله متسائلا هل يخرج بشار الأسد من سوريا لتحول مكانه إيران هل هذا ممكن هل هذا منطقي مبرزا أن هذا هو السؤال الذي سيطرح نفسه عاجلا أم آجلا في ظل استمرار الثورة السورية وجلسات المحكمة الدولية صحيفة الساندي تايمز تناقش الأزمة في اليمن في تقرير يحمل العنوان إيران والسعودية على شفى الحرب عده دايمين ماكلروي يقول كاتب التقرير إن الأزمة في اليمن جلبت السعودية وإيران إلى خط المواجهة بعد أن اجتمعت الدول العربية في القاهرة وقررت اتخاذ موقف حازم لضرب الحوثيين المدعومين من طهران وقد صعدت السعودية من خطواتها باتجاه شن عملية برية في اليمن ويصب كل هذا في مصلحة تنظيم القاعدة في اليمن ويهدد بتعقيد عملية محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وكانت السعودية قد بدأت بشن غارات ضد الحوثيين الأربعاء بعد أن بسطوا سيطرتهم على الجزء الأكبر من شمالي البلاد واتجهوا نحو عدن وعبرت السعودية ومصر والكويت في مؤتمر القمة الذي عقد في شرم الشيخ عن قليقها من تنامي النفوذ الإيراني في المنطقة واتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طهران دون ذكرها بالاسم بأنها تنشر أمراضها في الجسد العربي واتهم الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي الذي اضطر إلى ترك عدن إلى رياض بعد تنامي الضغط العسكري للحوثيين من أسماهم بدوم طهران بتدمير اليمن بمراهقتهم السياسية جريدة حبر نشرت افتتاحية بعنوان باشكوي دبيب الهزيمة تقول الجريدة بأنه قرابة الشهر مرت على دخول النظام إلى قرى باشكوي وحردة نين وارتيان استطاع النظام أن يهمنا بتحقيق نصر فارغ لا يحوي سوى قتلى وأسرى أغلبهم من أبناء مناطقنا المحررة ولكن الحقيقة أن النظام استطاع التقدم قرية كاملة في خطته لإحكام الحصار على حلب ويبدو أن ما يشيعه عن الاستراتيجية التي يعمل بها دبيب النمل بات صحيحا إذ أنه يتقدم عشر خطوات ليتراجع تسعة ويبقي على واحدة ونحن نستعيد المستعاد ونحرر المحرر في انتصارات جوفاء لا تحوي سوى الدماء التي هي أرخص ما يتاجر به من قبل النظام في حربه مع الثوار على جبهة أخرى تشتعل المعارك بين فصائل من المفترض أنها تقاتل النظام ليسقط من الشهداء في اقتتال الأخوة ما لم يسقط في أشرس المعارك مع جيش النظام ويستخدم من السلاح ما هو كفيل بتحرير محيط حندرات وسيفات وباشكوي بالكامل والمصيب الكبرى أن البقية من الجيش الحر تتفرج بهدوء وكأن الأمر لا يعنيهم وأن الدماء التي تراق ليس الدماء إخواء لهم تستحق أن تراق على جبهات المجد وليس على جبهات الخذان والشقاق لا يهمني من هو المذنب في هذه الحرب ولكن الأكيد أن هناك جبهة عريضة تستحق أن تفتح بهذا الكم من الشهداء تستحق أن يصطف الجميع في سبيل تحريرها واستعادة ألق الثورة لتنهي عامها الرابع بانتصارات حقيقية وليس بسلسلة من الهزائم المختفية في دبيب الخيانة الحقيقة المرة أننا مهزمون في حربنا الأخيرة حتى استعادة باشكوي على الأقل وأننا مهزمون في ثورتنا حتى استعادة هذه البلاد بشكل كامل أو على الأقل استعادة ما كان بأيدينا عندما كان الصدق والإخلاص والعمل في سبيل الله هو العنوان العريض الذي نصطف خلفه جميعا بعيدا عن خلافاتنا الصغيرة بهذا المقال مشاهدين الأكارم نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم نشكركم دائما على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته